حياكم الله وقت أذان العشاعين بحسب مدينة لندن بدأ يزحف شيئا فشيئا لذا فإن وقت بثنا المباشر سيتغير قليلا ابتداء من يوم غد إن شاء الله تعالى البث المباشر سيكون في الساعة التاسعة والنصف مساء بحسب توقيت النجف الأشرف في الساعة السادسة والنصف مساء بحسب التوقيت العالمي توقيت جرينيتش وفي الساعة السابعة والنصف مساء بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن ابتداء من يوم غد إن شاء الله تعالى أعود لإتمام حديثي الذي بدأته قبل الفاصل بخصوص رسالة تأخرت في الإجابة عليها سؤال هذه الرسالة عن حكاية عرس القاسم إنه القاسم ابن الحسن السبط شهيد الطفوف الطقوس التي تجرى في المواكب والهيئات الحسينية في العراق وفي دول الخليج ليلة الثامن من شهر محرم وفي اليوم الثامن أيضا من شهر محرم معروف هذه الليلة وهذا اليوم في الأجواء الحسينية تزين باسم القاسم ابن الحسن صلوات الله وسلامه على الحسن المجتبى وعلى القاسم الشهيد سؤال يتكرر كثيرا هل حكاية عرس القاسم صحيحة ليست صحيحة خطباء المنبر الذين هم خطباء الحوزة الطوسية يتحدثون عن المصيبة لإبكاء الشيعة ولكنهم لا يعتقدون بحكاية عرس القاسم لأن مراجع النجف ينكرونها ومن هنا نشأ هذا السؤال لكنني قبل أن أجيب على سؤال الأخوة الأعزاء خاطبوني في الرسالة بهذا الخطاب بهذا الوصف من أنني الناطق عن أهل البيت صلوات الله عليهم في هذا الزمان أنا لست ناطقا عن أهل البيت لأن الناطق عن أهل البيت ينصبه صحب الأمر فصاحب الأمر لم ينصبني ناطقا عن أهل البيت أنا لست قادرا أن أنصب نفسي ناطقا عن أهل البيت وأنتم أيضا لستم قادرين أن تنصبوني ناطقا عن أهل البيت أنا راوية حديث أنا راوية حديثي العترة الطاهرة وما أنطق به من فهم فإنني أنطق عن نفسي وأنطق عن فهمي ولا أطلب من أحد أن يلتزم بكلامي لأنه كلامي إنما أقول لكم احترم عقولكم ودقق فيما أقول فإذا وجدتموه صوابا بحكم عقولكم بحكم وجدانكم بحكم بصيرتكم فإن الحجة قد قامت عليكم من عندي أنفسكم وليست من عندي أنا راوية حديث أروي حديثهم وحينما أنطق فإنني أنطق عن نفسي وأنطق عن فهمي أنا لست ناطقا عن أهل البيت فإنهم لم ينصبوني ناطقا عنهم ولست ناطقا عن الشيعة أيضا فإن الشيعة هم شيعة المراجع وأنا لا أنطق عن شيعة المراجع حتى لو نصبوني ناطقا عنهم الشيعة في زماننا شيعة المراجع ما هم بشيعة محمد وآل محمد أنا لست ناطقا عن شيعة المراجع وأنا أتبرأ من دين شيعة المراجع أتبرأ براءة مطلقة ظاهرا وباطنا وألعن دين شيعة المراجع ألعنه لعنا وبيلا أريد أن أحيا على هذا الدين وأن أموت على هذا الدين الذي أتحدث عنه أنا سأجيب أخوتي على سؤالهم والحكم إليهم هناك ملاحظات لا بد أن أشير إليها قبل أن أشرع في الجواب ملاحظات مهمة جدا الملاحظة الأولى أنا وأنتم على حد سواء ليس لنا من طريق إلى إمام زماننا أتحدث عن طريق حسي مباشر حتى نتمكن أن نسأله عن حكاية عرس القاسم فليس لي من طريق كما أنكم ليس لكم من طريق نحن في زمان الغيبة السؤال السؤال أساسا يوجه إلى إمام زماننا أو إلى الذي ينصبه لنا إمام زماننا كي نسأله فليس لنا من طريق إلى إمام زماننا وليس هناك من شخص نصبه لنا إمام زماننا كي نسأله إضافة إلى أننا لا نعلم الغيب لا نعلم غيب الحقائق هذه الملاحظة مهمة جدا حينما يكون الحديث في أجواء الدين وحقائق الدين وشؤون الدين ليس لنا من طريق إلى إمام زماننا كي نسأله ليس هناك من شخص قد نصبه لنا كي نسأل هذا الشخص ونحن لا نعلم غيب الحقائق هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية بخصوص حكاية عرس القاسم المثبتون لهذه الحكاية لا يملكون دليلا قطعيا والنافون أيضا النافون والمنكرون لهذه الحكاية لا يملكون دليلا قطعيا فلا المثبتون يملكون دليلا قطعيا ولا النافون المنكرون يملكون دليلا قطعيا مراد أن المثبتين لا يملكون دليلا على إثبات هذه الحكاية لا يملكون دليلا قطعيا كذلك فإن النافين لا يملكون دليلا قطعيا على نفي هذه الواقع إذا ما رجعنا إلى كتبنا القديمة حينما أقول كتبنا القديمة أتحدث عن الكتب التي كتبت زمان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ووصلت إلينا أتحدث عن الجوامع الحديثية التي جمعت زمان الغيبة الأولى وعن الجوامع الحديثية التي جمعت في بدايات الغيبة الثانية هذه كتبنا القديمة كتب في زمان الأئمة كتب في زمان الغيبة الأولى وكتب في أوائل الغيبة الثانية حينما أتحدث عن أوائل الغيبة الثانية إلى قرنين إلى ثلاثة قرون من قرون الغيبة الثانية حددتكم فيما سلف عن أننا نستطيع أن نقول من أن زمان كتبنا القديمة يستمر إلى القرن الثامن الهجري وشرحت ذلك لكم مجملا وسأشرحه بالتفصيل إن شاء الله تعالى في برنامج الخاتمة في قادم الأيام حينما سأحدثكم عن تاريخ حديث أهل البيت على أي حال في كتبنا القديمة في كتب الحديث وحتى في كتب المقاتل والسيار على الأقل بحدود معلومات لا يوجد ذكر لهذه الحكاية في كتبنا القديمة في كتب الحديث وفي كتب المقاتل والسيار أتحدث عن كتبنا القديمة لا بد أن نتذكر من أن كل الكتب ما وصلت ما وصلت إلينا من أن كل الأحاديث ما وصلت إلينا من أن كل المعطيات ما وصلت إلينا فأنا أتحدث هنا عن الكتب القديمة التي وصلت إلينا فإذا لم نجد ذكرا لهذه الحكاية هذا لا يعني أن الواقعة لم تكن قد وقعت نحن لا نملك دليلا على وقوعها لكننا في الوقت نفسه لا نملك دليلا على عدم وقوعها لو كانت كل الكتب وصلت إلينا وكل المعطيات بأيدينا وما أثرنا على هذه الحكاية في تلك الكتب وبين تلك المعطيات نستطيع أن نقول من أن الواقعة ما وقعت وما لكننا لا نمتلك كل المعطيات ولم تكن الأحاديث قد وصلت إلينا بكاملها وكذلك هي الكتب ومن هنا قلت من أن المثبتين لا يملكون دليلا قطعيا فليس هناك من ذكر لهذه الواقعة في كتبنا القديمة أتحدث عن كتب الحديث وعن كتب المقاتل والسيار والمنكرون لها أيضا لا يملكون دليلا قطعيا لأن لأن عدم ذكر هذه الواقعة في الكتب التي وصلت إلينا من كتب الحديث وكتب المقاتل والسير ليس دليلا كافيا نستطيع نستطيع أن نستدل به على عدم وقوع هذه الواقعة فهناك كتب لم تصل إلينا وهناك معطيات إلى هذه اللحظة لم تقع أيدينا عليها فربما ذكرت هذه الواقعة في الكتب التي ما وصلت إلينا وفي الأحاديث التي انقطع الطريق فيما بيننا وبينها وهكذا الملاحظة الثالثة في غياب الأدلة ماذا سنصنع ليس هناك من أدلة مثبتة وليس هناك من أدلة نافية فماذا سنصنع كي نشخص موقفنا من هذه الواقعة هل نصدق وقوعها أم أننا نرفض وقوعها ولا نصدق سنذهب إلى القرائن والملابسات القرائن والملابسات إذا فككناها بشكل فردي لا تشكل دليلا قطعيا واضحا لكنها إذا ما جمعت مع بعضها فإنها تشكل دليلا هذا الدليل قد يقبله البعض يرفضه البعض هذا أمر راجع إلى قناعات الناس إذا نحن لا نمتلك أدلة قطعية واضحة لا في مرحلة الإثبات ولا في مرحلة النفي إنما هناك قرائن هناك ملابسات بإمكاننا من خلال تمحيص هذه القرائن من خلال التمعن فيها من خلال التدبر في الملابسات يمكننا أن نصل إلى نتيجة واضحة وهذا ما سأقوم به ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر